اشتركوا في القناة القمر اللي استقر الان في العذراء في منزلة العواء وهي منزلة جيدة للربح والحرية والزواج وطبعا تأثير القمر لما بكون في العذراء منعود الان لطبيعتنا الجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط ومنها منترك واردي ولا شاردي دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام منشعر انه الناس شحيحون في عطائهم ماديا معاطفيا ممكن نتفقد انفسنا ونتوهم امراض ما لها اي وجود هذا هاي افضل فترة للتخلص من عدات سيئة كالتدخين شرب الكحول الحبوب المهدئة ووسعنا اقتئنا حيوان اليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة او عمل جديد طبعا اول شيء رح يصير اليوم معنا هو انتقال العطارد من الاسد للعذراء في ساعة الفجر يعني في تمام الساعة وحدة وتسعة وعشرين دقيقة رح ينتقل العطارد زي ما حكينا للعذراء ورح يظل فيه لغاية مساء يوم خمسة تسعة لغاية الساعة سبعة وستة واربعين دقيقة مساء وهذا يعني ان الفترة هاي منكون اكثر قدرة على التركيز والتفكير على عكس الفترات اللي كان فيها بالسابق يعني كان فيها شوي ضغوطات خلال هذا الشهر اللي رح يمكث فيه او ثلاث اسابيع اللي رح يكون متواجد فيها في العذراء بصير فيه رغبة للدراسة والمطالعة والقدرة على اقناع الاخرين بوجهة نظرهم وبتكثر عندهم الاتصالات والتنقلات وخصوصا موليد برج العذراء بيستفيد معهم موليد الابراج الترابية الاخرى مثل الثور والجدي والابراج المائية زي السرطان والعقرب والحوت وكمان كل شخص تواجد عنده عطارد في ساعة ولادته في برج العذراء كل شخص تواجد عنده كوكب عطارد هم برضو هدول اكثر المستفيدين بتكون افكارهم دقيقة وبتكون دائما في صلب الموضوع اما بالنسبة لتأثير العطارد على جميع الابراج ايش رح يأثر عليهم الحمل بتفيدهم افكارهم مع زملاء العمل او مع رؤساء العمل اكثر بكون في نشاط فكري على مستوى العمل اجمالا اما بالنسبة للثور بيمارسوا نشاطات ادبية وبحثوا اولادهم على الدراسة يعني بيهتموا بشكل اكبر وبرضو على المستوى العاطفي بتزيدهم اما بالنسبة للجوزاء بتنصب افكارهم حول الشؤون اللي الها علاقة بالعقارات والبيت والعائلة بالنسبة للسرطان بيستفيد الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والمطالعة وممارسة هواية وبعض موليد هذا البرج ممكن انهم يشتروا سيارة اما بالنسبة للأسد بتنصب افكارهم حول افضل السبل لكسب المال اما بالنسبة للعذراء بيشعروا بقوة الفكر والادراك والقدرة على اقناع الغير باراءهم وبينشطوا في الدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات اما بالنسبة للميزان بيبدأ اهتمامهم بالغيبيات اكثر اما بالنسبة للعارق قرب بيميلوا لتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء اما بالنسبة للقوس افكارهم بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل الجدي بينشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وبيستفيدوا الطلاب الاكاديميون في دراستهم اما بالنسبة للدلو فبتنصب افكارهم حول ضبط امورهم المالية المشتركة اما بالنسبة للحوت فتركيزهم الكامل رح يكون على امور لها علاقة بالشراكة الشراكة المالية والعاطفية وقدرة على المكاسب من هذا المجال يعني مجال فكري او مصالحات او اقناع اما بالنسبة للزاوية الفلكية اللي رح تتشكل ما بعد انتقال عطارد هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وارانوس رح تكون في تمام الساعة وحدة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها برضو هي زاوية تسديث ايجابية رح تكون بين القمر والزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة اربع وخمس دقائق صباحا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وادعهم وهذه فترة ممتازة للي حابب يعمل تجميل او قصة شعر او اهتمام بشيء له علاقة باللباس يعني هاي فترة ممتازة لكل شيء له علاقة بالتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون فيه تمام الساعة 2 و13 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها زاوية التقابل سلبية بين القمر ونبتون رح تكون فيه تمام الساعة 5 و15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش تجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبلوتو رح تكون فيه تمام الساعة 9 و47 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا القمر بما انه موجود بالعذراء معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 21 ثمانية رح يكون فيه تمام الساعة 3 و36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 9 و15 دقيقة صباحا ورح ينتقل بعدها للميزان اما بالنسبة لعمر القمر القمر الجديد عمره يومين في تمام الساعة 4 و14 دقيقة صباحا بيصبح ثلاث أيام نسبة الإضاءة 5% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية المزاج سعيد القمر في العذراء حتى يوم 21 ثمانية المزاج سعيد عطارد في الأسد وفي العذراء ورح يستمر فيه لغاية 5-9 المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم 6-9 مزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9-9 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه بميل شوي للسعادة اليوم المشتري في الجديد بيتراجع حتى يوم 12-9 مزاجه منتحس زحل في الجديد بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه منتحس أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1-2021 مزاجه منتحس نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-7 مزاجه ممتزج إبلوتو في الجديد بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أنه برج الحمل يعني القمر الآن انتقل صار في البيت السادس فعشان هيك شوي الأجواء رح تكون فيها نوع من أنواع الضغط عليكم شوي نفسيا ما رح تكونوا مرتاحين الفكر عندكم مشغول ما في راحة وبرضو الوضع الصحي شوي بكون بالفترة هاي مقلق فعشان هيك أول شيء بدكوا تنتبهوا لصحتكم وبدكوا تنتبهوا لأعمالكم أما بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء متقلبة بسبب أورانوس شوي بسبب نوع من أنواع التوترات أو التقلبات المالية أو المصاريف بالفترة هاي وبرضو ممكن أنه بعضكوا يحصل بعض المكاسب لأنه أورانوس رح يشكل زاوية جيدة فعشان هيك ممكن تحصلوا على بعض المكاسب عادة بتيجي هاي من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا اليوم يعني ما فيها النشاط الكثير ما عندكوا راغبة للتحرك بالعكس أنتوا حابين اليوم تأخذوا شوية راحة أو اهتمام في حالكم أكثر ممكن شوي يصير في بعض النقاشات ولكن أنت مزاجك رح يكون حد شوي ما رح تستقبل أي نقاش أو حوار هذا اليوم وأي شيء حتى لو شيء بسيط ممكن تستاء منه ولدرجة أنه ما تقدر تضبط أعصابك أثناء تنقلاتك وحواراتك حاول أنك تكون منتبة أما بالنسبة للبيت الرابع فاليوم يعني في بعض الاهتمام العالي رح يكون على مستوى البيت ممكن تهتم بالعائلة أو بأفراد البيت أو أنت يعني تأخذ راحة أو يعني تحاول أنك تقعد هيك مع حالك أكثر أو تتقرب من أهلك أو من أهل البيت ممكن يكون فيه نقاش أو حوار ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو اهتمام بمسألة العلاقة بتصليحات أو ترميمات أو ديكور معين أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا يعني مش عاطفية هي عاطفية سلبية يعني بمعنى آخر الشمس بتعطيك إيجابية بتعزز من علاقاتك العاطفية ولكن شوي بتكون مشاعرك وبتكون أحاسيسك حساسة شحطة يعني بتتحسس من أي موقف ممكن تبكي من أي موقف ممكن تندب حظك بشكل مفاجئ في منكم ممكن يتعلق بالغرام خلال هذا اليوم أو يصرح عن موضوع غرامي ما بينه وبين حبيب بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا القمر موجود وعطارد الآن برضو موجود في نفس المكان فعشان هيك منقولكو انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تشعر بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء نظم عملك بشكل جيد وما تهمل الواجبات حاذر من التبذير ممكن أنك اليوم تعالج مسائل مالية وممكن تجد حلول لفواتير أو يعني الأشياء المتوجبة عليك أو المطالب فيها أما بالنسبة للبيت السابع فعلاقتك ما بينك وبين الشريك الروتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم أهم شيء كنت بتعدو عن الحساسية وعن ردات الفعل السلبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريباً نقدر نحكي أنه فيها شوية نشاط على مسائل اللي لها علاقة بالأمور المالية المشتركة زي حسابات أو أمور بنكية أو أمور اللي لها علاقة بالبورصة أو الأسهم يعني بتلفت انتباك كاي المسائل أهم شيء أنك أنت تراجح حساباتك وابتعد عن التبذير أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريباً يعني روتينية على مستوى الاتصالات لبعيد ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي إذا كان عندك امتحان أو عندك مقابل اليوم بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض نهائياً أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة طبعاً معروف أنه الجدي موجود فيه صحيح أن الكواكب اليوم بتشكل زوايا فيها تثليث بتعطي نوع من أنواعي الإيجابية فهي بتدعمك على مكانك في العمل أو علاقاتك بالعمل أو علاقاتك مع زملائك بالعمل ولكن أهم شيء أنك ما تقصر بأعمالك نهائياً أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريباً نقدر نحكي إنها إيجابية بالدعم من أصدقائك أو علاقتك ببعض الأصدقاء ممكن نوع من أنواع التواصل أو الحوار ولكن أهم شيء أنك ما تدخل فيه شؤونهم وشوي حاول أنك تتدم إيد المساعدة لشخص ممكن هو يطلب منك المساعدة أو تشعر أنه بحاجة لمساعدتك أما بالنسبة لبيتك 12 طبعاً بيت المتاعب ما زال نبتن موجود حاول أنك تبتعد عن الأوهام حاول تبتعد عن الوساوس يعني حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تستسلم لأفكارك اللي ممكن بعد مرات إنها توديك لأشياء صحية أو أشياء العلاقة بالعمل تكون سلبية فعشان هيك بدك تنتبه بشكل جيد وابتعد عن الوساوس كمان مرة بحكي لك إياها برج الثور اليوم في أشياء مميزة رح تصير معاك خلاف عن الأيام الماضية يعني اليوم رح يكون فيه اهتمام عالي في أي شيء إلو علاقة بالتجميل أو إلو علاقة بالهواية أو إلو علاقة بالمرح أو إلو علاقة بتغيير الجو يعني أنت بتبحث عن نوع من أنواع السعادة ما تستسلم لأي شيء ممكن أنه يأثر على مزاجك اليوم ويخليك شوية تكون كئيب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي فممكن تحقق بعض المكاسب المالي ولكن تتزايد المصاريف بزيادة فعشان هيك ممكن شوي يصير فيه التباس أو ترتبك من مسألة مالية معينة أو تظهر نوع من أنواع الحسابات اللي شوي تكون مقلقة بالنسبة لأيلك أما بالنسبة للبيت الثالث أنت اليوم نشيط كثير وعندك رغبة بالحركة عندك رغبة بإنجاز كثير من المهام فعشان هيك برضو مشحون بطاقة وعندك قدرة عالية جدا للإقناع وعندك سرعة بديهة ممتازة يعني اليوم فيه نشاط حلو رح يكون على أكثر من مستوى أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت يعني تقريبا الأجواء مربكة من ناحية عمل أو مسئولية أو ديكور أو ترتيب أو تعزيل أو جهد منزلي بتطلب منك نوع من أنواع الجهد فيه اهتمام عائلي أو مسألة عائلية طارئة بتظهر على الساحة أو اهتمام لموضوع معين بتكون مهتم فيه بشكل كبير وبتحاول ترتبه بشكل كبير إلو علاقة بأحد أفراد العائلة أو في البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا القمر وعطارد الآن دخلوا على العذراء فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصحح الانطباعات عنك اثبت للمشككين طاقتك وما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجاز أهم شيء أنك اليوم هذا ثابر قدر الإمكان لتحقيق الغايات أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زالت يعني ما فيها هالشيء اللي بيخوف ولكن حاول أنك ما تهمل أعمالك انجز أعمالك بالكامل رتب أمورك بشكل جيد اهتم برضو بصحتك شوي ما ترقح عليك كثير وحاول أنك هيك تخلي علاقتك جيدة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا يعني روتينية ما فيها أي شيء هي صحيح فيها نوع من أنواع الإيجابية فيها بتعمل نوع من أنواع التوافق الجيد ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج ولكن حاولوا أنك تستغلوها للمصالحة أو لتلطيف الجو أما بالنسبة للبيت الثامن معني بعض المسائل المالية اللي ممكن تظهر على الساحة أو تنشغل في بعض الحسابات أو الأرقام أو أشياء لها علاقة بفوتير أو دفعات أو مصاريف وممكن هاي المصاريف تكون إما استشفائية أو بيتي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط ولكن اليوم ممكن تتلقى اتصال أو اهتمام من شخص أجنبي أو من شخص مقيم خارج البلد ممكن تهتم بمسائل العلاقة بالتعليم العالي أو بالدراسة الجامعية أو أشياء لها علاقة يعني بامتحانات مقابلات تجهيز تسجيل تعلم لغة ثقافة جديدة أو حتى الرغبة بالسفر وأمور لها علاقة بالأوراق اللي تتعلق في هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا يعني بنقولك أنه ما تحاول أنك تشكك في سمعتك خلال هذا اليوم استغلها للدفاع عن السمعة وتعزيزها وبرضو لإثبات جدارتك أثناء تعاملك مع زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء اليوم تدعمك على مستوى بعض الأصدقاء ممكن يدعمك في مسألة معينة ممكن تلاقي على مسألة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن ممكن تعتب أو تزعل على صديق معين إنه قصر معاك أو أهملك في مسألة أو ما اهتم فيك أو ما ساعدك حاول أنك أنت تطنش الأمور ما تهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك 12 طبعا ما زال بيت المتعب في المريخ فعشان هيك المريخ شوي بيجيب نوع من أنواع تقلبات فاهتم بصحتك بشكل أكبر حاول أنك تركز خصوصا من شد العضل أو آلام الفقرات اللي لها علاقة بالرقبة أو شد العضل بالأكتاف بالعنق الآلام اللي بتصير بالذراعين هذولا أهم نقاط أنت تركز عليها خلال الفترة هاي برضو حاول أنك تنجز أعمالك ما تخليها تتراكم وحاول أنك تتراقب غذائك بشكل جيد الفترة هاي ممكن تحمل نوع من أنواع القلق إما على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الجوزاء هي نوع من أنواع الاهتمام العالي اليوم أو إشيء له علاقة في البيت يعني فيه ما مش قادر أحددها بالضبط ولكن هي زاوية تربيع ما بين الجوزاء وما بين العضراء الأغلب أنه فيه يعني فيه نكد فيه قصة معينة فيه يعني ممكن تتحسس من موقف معين له علاقة في البيت حاول أنك تبعد عن الجو عن المشاحنات هاي عشان اليوم يكون بالنسبة لإلك إيجابي حاول أنك ما تخلي أي شيء يأثر عليك لأنه اليوم نفسيتك حساسة جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا اليوم الزهرة ممكن أنها تدعمك في مسائل إلها علاقة بوضع مالي أو في مكاسب تجيك من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو عملي جديد أو شيء ممكن تتحرك فيه لتحصيل أموال بتخصك أهم شيء أنك تبتعد عن المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الشمس موجودة صحيح بتعزز تعطي قدرات على التنقلات على الاتصالات على الحوارات بتدعمك في أمور إلها علاقة بالإقناع أو بالحوار عندك سرعة بديهة عالية جدا تهايي النقاط أهم شيء أنك تستغلها بشكل إيجابي بس إذا كان عندك إمتحان أو مقابلة حاول تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء اليوم جيدة شيئا ما بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم شيء أنك تهدئ من روعك وتوقف عن التفكير قليلا ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أو من أحد أفراد العائلة أهم شيء أنك ما تختلق المشاكل ولا تخالف الرأي العام وما تناقش بجفاء بل بليونة تامة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي عشان هيك بتتعامل مع الحبيب أو بتتعامل مع اللي حواليك أو مع الأحبة بطريقة روتينية يعني مش حاب أنك أنت تخوض بكثير من الأشياء ولكن إن صار شيء بتقدر تجامل فيه أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا ممكن أنها تحمل بعض الأشياء الجيدة لإلها علاقة بالعمل أو اتفاق عمل أو اتفاق على مسألة إلها علاقة بملف معين ممكن تنجز بعض الأوراق أو بعض الملفات خلال هذا اليوم وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمام بشؤونك الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي تقريبا فيها نوع من أنواع ردات الفعل السلبية فعشان هيك انتبه من أي نقاش أو حوار ما تحاول أنك أنت تفرض رأيك أو تعصب أو تعلي صوتك أثناء النقاشات كون لين كون مرن وابتعد عن الأجواء المشحونة أما بالنسبة للبيت الثامن فما زالت الأمور المالية أو أمور إلها علاقة بالوضع المالي هي المربكة فعشان هيك انت معظم المشاكل اللي بتصير معك حاليا هي ضغط مالي بالأغلب فعشان هيك ممكن تقلق بشأن مالي أو مطالب مالي أو وضع مالي معين خلال هذا النهار وممكن تهتم باتصالات إما لموضوع أنك تسترد أموال لا إلك أو مطالب بحق لا إلك أو بدعم معين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا النهار في بعضكم ممكن يطلقى اتصال أو معلومة أو خبر عن أشخاص أو عن شخص خارج البلاد يزعجوا ولكن هاي نسبة قليلة من موليد برج الجوزاء أما بالنسبة للبيت العاشر تقريبا نقدر نحكي أنه الشكوك بتحوم كلها اليوم على إشي إلو علاقة بالسمعة وإلو علاقة بزميل بالعمل أو رئيسك بالعمل أو مشكلة إلها علاقة بالعمل هيك قلق منها أو متوسوس منها أو شوي متردد من بعض النقاط اللي إلها علاقة بالعمل أو بما ذكرنا أما بالنسبة لبيتك 11 فالمريخ طبعا موجود وهذا بشوية اليوم رح يعمل نوع من أنواع شد الأعصاب عندك إما من موضوع بتعلق بصديق أو خبر بيجيك عن صديق أو طريق التعامل ما بينك وبين صديق ممكن بالأيام الماضي كان فيه تعامل معين ولكن رح تكتشف أنه هو إما أنه استغلك أو هو بيحاول أنه يضغط عليك بشكل سلبي أو أنه بيحاول أنه يتدخل في شؤون حياتك ما تكون أنت الشماعة اللي بتحمل عليها الأخطاء أهم نقطة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا أورانوس موجود اللي بيجيب لك مفاجآت فعشان هيك المفاجآت رح تكون فيها شوية سلبية انتبه أهم إشي لصحتك انتبه لعملك انتبه لراحتك وبرضو ممكن تحمل لك قلق مفاجئ على صحة أحد الأحبة برج السرطان طبعا اليوم بالنسبة للبيت الأول ما شاء الله رح يكون أو إن شاء الله كمان ما شاء الله وإن شاء الله رح يكون قوي جدا رح تكون نفسية غير رح تكون مشحونة بطاقة عالية جدا عندك رغبة لتحرك للاتصالات ولقامة أشياء كان صعب أنك تقيم أو تعملها بالفترة الماضية يمكن تدخل في أشياء لها علاقة بالتجميل أو بالاتصالات على الأغلب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني بتجيب لك بعض الفرص أو بعض الأشياء اللي إلها علاقة بدعم مالي بيجيك عادة من عمل إضافي أو مستردات هبات أشياء لها علاقة بـ يعني أشياء مالية جيدة احتمالية أنه اليوم بعضك يحقق منها بعض المكاسب أهم إشي أنك تتحركوا بالاتجاه الصحيح اللي فيه مال وبتقدروا أنك تحصلوا من خلاله مال أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا بتنشطوا اليوم في السفر والاتصالات هذه فترة مناسبة لاجتياز امتحان ممكن يتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر التنقلات والحركة والتواصل فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أهم إشي أنك ما تكثر المطالب وتجنب اعتماد أسلوب فض أثناء الحوار وابتعد عن التحديات قد ما بتقدر أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأجواء على مستوى البيت أنت بتتعامل بشكل روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني على حسب قدراتك على حسب الوضع على حسب العلاقة المنزلية أنت بتتعامل ممكن تظهر بعض الأمور اللي تلفت انتباهك أو الاهتمامات المنزلية زي أعطال وترتيب وأشياء من هذا القبيل ولكن حاول أنك أنت تبتعد عن أي مشاحنة ممكن أنها تكون أو ممكن أنها تحدث خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي نشطة اليوم ممكن تنشط بلقاء أو باتصال مع الحبيب أو لقاء أو مثلا هيك تترافقوا في مشوار معين الأجواء جيدة وبتدعمكم ممكن تفكر في تغيير أو في أشياء لها علاقة بالتجميل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا على المستوى العمل والصحة ما في أي مشاكل يعني أنت مسيطر على الوضع هي بتقدر بشكل روتيني أنك أنت تنجزها ولكن انتبه ممكن يكون في أشياء لها علاقة بملف أو نقاش أو حوار ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل فما تستاد ولا تحتد يعني حاول أنك أنت تسيطر على ردات فعلك خلال هذا النهار عشان أنه تمشي المركب يعني قد نفس طويل أما بالنسبة للوضع الصحي يعني بده نوع من أنواع الاهتمام ممكن تشعره ببعض التقلبات ولكن مش هالشيء الخطير أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط طبعا من الجدي صحيح أن الأجواء اليوم لأنه في زوايا كثيرة كلها العلاقة يعني مع القمر إيجابية فعشان هيك بتخفف الضغط عليكو شوي بتعمل يعني استراحة المحارب أو للهدوء اللي بيسبق العاصفة فحاولوا قدر الإمكان تستغلوا لمصالحة أو لا توطيد علاقة أو لا التقرب من الشريك خطوة هيك بعيدة عن المشاكل والجدالات أما بالنسبة للبيت الثامن فتقريبا نقدر نحكي أنه في بعض المسائل المالية اللي ممكن أنها تهمك اليوم أو تهتم فيها أو ممكن أمور إلها علاقة بمطالبات أو قرض أو أمور بنكية أو ضريبية أو إشي العلاقة بالميراث حاول أنك ترتب أمورك بشكل جيد وابتعد عن المصاريف الزائدة أو التهور بمسائل مالية بدون استشارة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع القلق أو التوتر اليوم على شخص إما أنه أجنبي أو مقيم خارج البلاد يعني مغترب فهذا الإشي ممكن يوترك أو يخلقك أو يجي خبر من خارج البلاد شوي يعني يكون فيه نوع من أنواع الصعوبة حاول أنك ما تتوسوس حاول أنك ما تشك وما تخاف وما تقلق كثير ممكن المسألة عابرة ما في داعي للقلق للزيادة برضو على مستوى أمور إلها علاقة بالدراسة أو بالجامعة برضو نفس الشيء بدها نوع من أنواع الاهتمام والجدية وما تخلي وساوسك وأفكارك تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء حادة ما زالت من المريخ فعشان هيك بقول لك لا تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأي شيء مشبوه وما تخالف القوانين وما تدخل بأي خلاف ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن اليوم يكون لك اتصال أو تواصل مفاجئ ما بينك وبين أحد الأصدقاء ممكن ينفتح حوار أو نقاش على مسألة معينة حاول تضبط أعصابك وما يكون لك ردة فعل سلبية أو تستاء من تصرفاته أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء ما فيها أي قلق الأجواء إيجابية ودعمة لإلك على مستوى العمل أو إنجازاتك للعمل أو على المستوى الصحي برج الأسد طبعا الآن القمر صار في البيت الثاني وعطارد كمان انتقل للبيت الثاني وهذا يعني انتقاله رح يكون فيه نوع من أنواع الإيجابية أسأل الله أنه تكون الإيجابية هاي قريبة لا عفوا الله يفرجها أول شيء اهتموا بشؤنكم نفسية اليوم نفسيا أنتوا أحسن عندكم يعني شوية أمل بس ما تخلوا الشكوك والوسواسة يزيطر عليكم أو الإحباط والله بضحك على حالي معلش أعذروني يعني الأسد يعني لازم أحكي عن حالي وعنكم وأنا شاعر في موليد الأسد كثير يعني بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الفترة هاي بتحمل فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقش موضوع مالي أهمش أنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ما تبذر أموالك كون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على عقد حدد أهدافك أهم شيء بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني مش قوي كثير على مستوى الحوارات والاتصالات ممكن تنشط باتصال أو تعامل ما بينك وبين أخ أو جار ممكن تنشط بالحركة في أشياء معينة ولكن بدك تكون حذر إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد إذا كان في نقاش أو إشي بيحتاج لنشاط فكري أكثر حاول تركز بشكل كثير بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الرابع الأمور على مستوى البيت تقريبا روتينية يعني ماشي الأمور على السبحانية على بركة الرحمن هيك المهم خلوها ماشي أحسن ما الواحد يعني ينفعل أو يعصب ويجيب الأمور كلها من آخرها فخلي الأمور ماشي ممكن يكون في نقاش أو حوار ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن تظهر مشكلة أو التباس معين حاولوا قدر الإمكانة تكونوا مرنين بدون ما تكبروا الأمور أو خد جانب هيك وكون محايد أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي يعني عندك رغبة للتقرب من الأحبة ولكن ممكن شوي يعني يكون في موانع نفسية هي اللي بتمنع أو أنه الضغوطات أو كثرة الضغوط بتخفف هذا الأمر أو بتخليك تتهرب من هذا الأمر الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية للمرافقة جيدة أو مرافقة الحبيب أو مساعدة الحبيب لأنه أنت أساسا يعني حتى لو مني للدنيا فوق راسك وحتى طلب منك مساعدة رح تساعده أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا منقول لك هنا يعني الصحة ديروا بالكم على الصحة اهتموا بصحتكم ما تهملوا صحتكم وما تهملوا عملكو برضو بس الصحة أهم شيء ممكن تحافظوا عليها بالفترة أي واحد فيكم بشعر بأي شيء غير طبيعي أو مش اعتيادي يعني ما يهمل نفسه ويراجع طبيبه أما بالنسبة للبيت السابع فتقريبا الأجواء منقدر نحكي يعني روتينية طريقة التعامل ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين نصفك الآخر ما بين الأزواج يعني بتتعاملوا بشكل روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أو أنه بمعنى آخر أنت ما يخذها جنب لحالك هيك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ممكن يكون في بعض الاهتمامات على مسائل إلها علاقة بالوضع المالي المشترك ممكن قلق من مسألة معينة أو عبئ من مطالبة أو مصاريف أو التزامات عالية جدا وعادة هاي الالتزامات بتيجي إما أنها مصاريف بيتية أو مصاريف استشفائية أو علاجية فعشان هيك هنا القلق اللي يكون كبير دائما أو بضغط الأسد ماليا لأنه هاي النقطين هدولا خط أحمر بالنسبة لإله فحاول قدر الإمكانة ترتب وضعك ممكن يعني تجيك مساعدة أو دعم معين أو تفكر في أمور إلها علاقة بقرض أو تمويل معين أما بالنسبة للبيت التاسع فممكن اليوم تنشط ببعض الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تنشط بمسائل تعليمية أو مؤسسات تعليمية ولكن إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول أنك تركز بشكل جيد وانتبه على الطرقات أثناء قيادة السيارة وخصوصا على الطرقات الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر ما في أي مشكلة على مستوى السمعة ولكن ممكن تجيك بعض المشاكل اللي إلها علاقة بالعمل أو إلها علاقة بزملاء أو رؤساء العمل شوي هيك تحتد أو تستاء من تصرف معين أما بالنسبة لبيتك 11 يعني الأجواء تقريبا يعني فيه نوع من أنواع التواصل أو الإيجابية ما بينك وبين الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تنشط باللقاء صديق ممكن لنوع من أنواع التفريغ الطاقة اللي موجودة عندك أما بالنسبة للبيت 12 فبيت المتاعب الزهرة موجود فيه ما فيه أي قلق ممكن يعني كلها تكون أشياء عابرة على مستوى الصحة أو على مستوى العمل وممكن شوي تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام لبعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور الغيبية برج العذراء طبعا اليوم هو أحسن من الأيام اللي مضت وخصوصا الآن مع وجود القمر وعطارد الاثنين تحركوا باتجاه برجك يعني هذا بعطيك ثقة بالنفس كبيرة بعمك النشاط أهم إيش أنكم تبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن تحسم أمرك وتقرر على شيء جديد ممكن تفرح لانفراج ولتسوية أو لتطور أمر ما بتلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة أو سرعة بديهتك بتنهي مفاوضات لمصلحتك أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا نقولك أن الأجواء تقريبا على الوضع المالي ما زالت فيها نوع من أنواع الأشياء المربكة إما التزامات أو قلق من مسألة مالية معينة ممكن ترتيب وضع مالي معين ممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو المصاريف يعني حاول أنك تركز بشكل جيد وابتعد عن المصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فبعا نقدر نحكي لك أنه الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات والحوارات أنت اليوم نشيط وعندك رغبة لإجراء كثير من الأشياء يعني في أعمال حاب أنك أنت تنجزها وتتحرك لإنجازها ممكن هاي فكرية أو أمور تسويقية أو إشي العلاقة بالإقناع أو أمور تتعلق بالسيارة أو بتليفون أو باتصالات ومواصلات وأشياء من هذا النوع برضو اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم رح يبدع بشكل كبير ولكن برضو حاول أنك تستعد بتكون النتائج أفضل أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا شوية فيها نوع من أنواع الحدية أو التوتر ما بنحكي فيها عصبية ما بنحكي نفسيتك فيه نوع من أنواع التوتر ممكن مشاحنة ممكن ردات فعل سلبية ممكن قلق من مسألة معينة ممكن يعني شوي أشياء ما تكون مربكة حتى لو على مستوى نقاشات عائلي حول تضبط أعصابك ما بنقول لك ابتعد يعني اضبط أعصابك بس مناش نقول لك ما تسويش خلافات ولا مشاكل ولا هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي فيها نوع من أنواع التحسس أو ردات الفعل الأجواء تقريبا اليوم مش مثل الأيام الماضية ممكن بتخف الوطأ هاي شوي ممكن شوي تأخذ نفس أنت أو تتراجع عن قرار سابق لأنه القمر بما أنه القمر عطارد فمعناته بدك تغير حساباتك تغير أفكارك بتحاول تنظر من منظور آخر لبعض الأمور العاطفية إن كان هي مشكلة قائمة وبتحاول تعالجها أو يعني خلاف معين وبتحاول تتراجع عن قرار معين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على طبيعتكم على مستوى العمل على مستوى الصحة ممكن يكون فيه بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة مسائل طبية أو مراجعة طبية أو زيارة طبية لطبيب أو لمستشفى أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما بينك وبين الشريك يعني هي القلق والوسواس هي أكثر شيء بيضغطك بالفترة هاي فحاول تبتعد عن الأمور اللي إلها علاقة بالشك بالغيرة بالتدقيق بالتفاصيل بالملفات بالأشياء هاي اللي بتتعلق ما بينك وبين الشريك وما بينك وبين الزوج تحديدا هاي أكثر شغل بدك تنتبه لها وخصوصا خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن يعني الأجواء تحدث بعض الأشياء اللي إلها علاقة بردات الفعل السلبية على أمور أموال مشتركة يعني على أمور قروض ديون مطالبات منوك ميراث قضية مالية مؤسسة مالية يعني أشياء لها علاقة بالمصاريف ممكن مزاجك هنا يكون حد شوي فأحاول هنا تضبط أعصابك برضو أثناء تصريف أمورك المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا ممكن اليوم يجيك اتصال من الخارج هيك من دولة من شخص مقيم خارج البلاد يعني شوي يكون مزعج أو يوترك أو يسبب لك نوع من أنواع القلق ممكن تعالج مسألة معينة إلها علاقة بأجنبي أو بشخص مقيم خارج البلد أو مؤسسة تعليمية أو أمور تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالجامعة علاقة بالدراسة علاقة بالتسجيل أشياء من هذا القبيل يعني فرح يكون لك اهتمامات عالية ولكن أثناء قيادتك للسيارة على الشوارع المفتوحة بدك تكون منتبه أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ما في أي مشاكل على مستوى بيت السمعة الأجواء إيجابية حتى على طريق التعاملك ما بينك وبين زملائك ورؤساك بالعمل الجيدة بالنسبة لبيتك 11 جيد على مستوى علاقاتك وأصدقائك وممكن يتوجه لك دعم جيد اليوم إما بلقاء أو دعم أصدقاء أو لقاء أو حوار معين أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فما زالت طبعا الشمس بما أنها موجودة والآن تتحرك باتجاهك ظل الأيام بسيطة بتكون تتحملوا هالمتاعب اللي بتيجي أو الضغوط أو الأعطال وبعدها كل الأمور بتفرج برج الميزان طبعا بالنسبة للميزان معروف أنه الآن القمر صار موجود في بيت المتاعب وهاي الفترة مش الفترة المناسبة بتشكل نوع من أنواع الضغوط أو الاستياء من مسائل معينة أو ضغط من مسألة معينة حاول قدر الإمكان أنك تأخذ قسط كافي من الراحة خلال هذا اليوم أو تخلي يومك روتيني بدون إصدار قرارات أو أعمال مهمة وحاول أنك تنتبه بشكل جيد لصحتك أما بالنسبة للبيت الثاني يعني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية أو تحل مسألة مالية شوي كانت مربكة أو تهتم بمسائل إلها علاقة بوضع مالي معين أهم إشي أنك أنت تبتعد عن المصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات لكن شوي مزاجك حد شوي وممكن اليوم يعني تتلفظ بكلمات مش من طبيعتك أنك أنت تتلفظ فيها حاول أنك يعني تضبط عصابك قدر الإمكان بعيد عن اتخاذ القرارات أو اصدار القرارات إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد إذا عندك دراسة برضو بدك تتركز بشكل كبير مش بشكل كويس وانتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية وفيها نوع من أنواع القلق على مستوى البيت فعشان هيك بنقول لك انتبه أثناء حواراتك نقاشاتك ممكن تظهر بعض المسائل البيتية المربكة خلال هذا النهار صحيح الأجواء مش سلبية بالكامل ولكن بتتطلب منك الاهتمام العالي وخصوصا بأحد أفراد العائلة أو بموضوع بيتي أو منزلي أو عائلي يعني على كل الأحوال فيه نوع من أنواع الاهتمام الكثير أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي شوي أنت حساس زيادة اليوم أو شاعر بنوع من أنواع الضغط أو هيك نفسيتك مش مرتاحة حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وحاول تتعامل مع الأحبة بطريقة حتى لو روتينية ولكن ابتعد عن أي شيء إلو علاقة بالمشاكل أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الوسواس والقلق رح يكون متركز على أمور إلها علاقة إما بالعمل أو بالصحة ممكن تتوهم أشياء ممكن تتوسوس أو تقلق على مسألة معينة إلها علاقة بالصحة أو إلها علاقة بالعمل حاول قدر الإمكان ما تخلي هذا الوسواس أو القلق يسيطر عليك حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبتعد عن الضغوط مهما كانت الأسباب أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي يعني بتحمل نوع من أنواع الحدية أو الأمور الضغطة بسبب المريخ فعشان هيك يحاول تنتبه من يعني لسانك أو تفوه بكلمات جارحة أو ردات فعل سلبية فتعمل فجوة ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج ما في داعي للخلافات ما في داعي للنقاشات الحادة يوم والقمر بصير عندك الأجواء بتصير إيجابية فحاول أنك يعني تضبط عصابك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بيجيب لك أشياء مفاجئة على المستوى المالي إما مطالبة أو تراكم أو محاسبة أو يعني مساءلة مالية أو ممكن أمور بنكية ضريبة تامين إيشي له علاقة بالمؤسسات المالية ممكن تظهر على الساحة فعشان هيك شوي بدك تركز بشكل جيد وحاول أنك تحل الأمور بطريقة ودية أو ممكن شوي لو أجلتها بكون أفضل ما تتخذ قرار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد روتينية بطبيعتها ولكن زي ما حكينا إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد تدرس وتستعد وبرضو إذا كان عندك تناقلات على الشوارع المفتوحة بدك تكون حذر ومركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر تقريبا على مستوى بيت السم على أجواء جيدة وبتدعمك ممكن تدافع عن سمعتك أو تعزز علاقة ما بينك وبين زميل أو ما بينك وبين رئيسك بالعمل أو تقومه بعمل مشترك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا تحمل لك نوع من أنواع اللقاء أو التعاطف أو المساعدة من أحد الأصدقاء وممكن تنشط بزيارة أو بمناسبة معينة أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلية أو مناسبة أو مجاملة اجتماعية أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب طبعا الآن بلش عطارد والأمور القمر تتحرك فعشان هيك بتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيش في دوامة من الكآبة والإحباط هاي فترة إرهاق وتقاعس ابتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المقتضة وابحث عن الهدوء والسكينة برج العقرب طبعا بالنسبة للبيت الأول يعني الأجواء نقدر نحكي إنه فيها أشياء إيجابية اليوم ما زالت عندك قدرة على إنجاز كثير من المهام مرغبة بالتحرك والاتصالات عالية جدا النشاط اجتماعي عالية جدا برضو خلال هذا النهار فعشان هيك يحاول تستفيد وحاول تنجز كل إشي ضروري ومهم خلال هذا النهار قبل ما يصل القمر لبيت متاعبك للميزان فرح تمر بفترة شوي صعبة عشان هيك بدك تتهيئ لهاي الأمور وتحاول إنك تنجز كل شيء ضروري خلال اليوم ضروري أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني تقريبا من نقدر نحكي إنها فيها نوع من أنواع الاهتمام ببعض المسائل المالية ممكن تحقق بعض الأمور المالية خلال هذا النهار ولكن المربك أكثر اللي هي المصاريف أو الدفعات اللي ممكن تتزامن أو تتراكم عليك فحاول قدر الإمكان تبتعد عن المصاريف الزائدة حاول ترتب وضعك المالي بحجم المال الموجود معاك مش بأكثر وما تعتمد على الأيام القادمة إنها رح يكون فيها دعم لإلك يعني ما بتعرف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ما زال فيها هيك نوع من أنواع العصبية يعني الأجواء العامة حادة بسبب طبعا إحنا حكينا أنه الجدي وهدولا ثلاث كواكب موجودة كبيرة بتتراجع فهذا بيخليك دائما متنشن عصبي حاد ردة فعلك سلبية ممكن اليوم يكون لك شوية نقاش مع أخ أو مع جار أو مع أحد أفراد العائلة عشان هيك يبدأك تضبط أعصابك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدأك تركز بشكل جيد وبرضو ما تعتمد على الحضوض وأثناء تنقلاتك برضو بدأك تنتبه أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأجواء على مستوى البيت روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل تقريبا بشكل روتيني ممكن أنك تنجز بعض الأعمال البيتية أو الأعمال البيتية بشكل روتيني هيك ما إلك نفس أنك تعمل شيء ممكن يكون فيه حوار أو نقاش أو موضوع عائلي يظهر على الساحة خلال هذا اليوم فيلفت انتباهك أو تكون طرف أنت فيه في نوع من أنواع النقاشات أهم شيء أنه ما تهمل العائلة وحاول أنك تكون متواجد حتى لو حضور بدون تدخل أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي وسواس وقلق شك غيري أمور إلها علاقة بالأفكار السوداء والوسواس ممكن تكون على الحبيب ممكن تكون على أحد الأحبة ممكن تكون على أحد الأبناء ممكن تكون على أحد الوالدين فعشان هيك حاول أنك تبتعد عن الأجواء اللي فيها وسواس قدر الإمكان وما تخليها تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو ضاغطة على مستوى العمل على مستوى الصحة بتجيب لك بعض التواعكات أو التقلبات حاول تهتم فيها بشكل جيد ابتعد عن المشاحنات قدر الإمكان حاول ما تدخل بأي خلاف ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل وبرضو انتبه لصحتك من الإجهاد أو الشد العصبي والإصابات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء مشحونة ومتقلبة ما بينك وبين الشريك فبلحظات بتكون الأجواء جيدة ولحظات بتصير مشكلة من لا شيء فبتكونوا حذرين ومنتبهين من النقطة ما تخلوا هاي الأجواء تسيطر عليكم بالشكل هاد يعني بتكون تركزوا بشكل منيح وبتبتعدوا عن المشاحنات وإذا حسيتوا أن الجو يعني ضغط اعرف أنه أورانس بلش يشتغل فابتعد على طول الخط أو اترك النقاش أو اترك الحوار عشان ما تكبر الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن يعني الأجواء تقريبا روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى المالي يعني بتتعامل على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تنشط بأمور إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو ترتيب وضع مالي معين إلها علاقة بأقصاط إلها علاقة بدراسة بدورة بشخص خارج البلاد بشخص أجنبي يعني هاي الإهتمامات اللي اليوم رح تكون متركزة عليها الأمور عندك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا تدعمك على مستوى علاقاتك على مستوى عملك ممكن تنجز بعض الأعمال بطريقة مشتركة يعني بالتشارك وممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل الجيد ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 طبعا بوسعكم اليوم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منك خود تجربة اجتماعية جديدة ومهمة تتاح لك الفرصة لغربلة ومعرفة الصديق من العدو أهم بشي أنك تظهر انفتاح واهتمام أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء روتينية على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة وممكن يعني شوي اليوم تفكر براحتك أكثر ما تفكر أنك أنت تنجز أعمال برج القوس طبعا بالنسبة للبيت الأول تقريبا نقدر نحكي أنه اليوم يعني مش لمصلحتك أو مش بالمكان المناسب لإلك يعني شوي ممكن هيكي تظهر بعض النقاشات أو الحوارات أو الأشياء اللي ممكن هيكي نفسيا تأثر عليك أو ممكن بدون أي سبب فجأة هيكي تتوتر وفجأة أنت تنشحن بطاقة سلبية فحاول قدر الإمكان يعني تلهي حالك أو تنشغل بأي شيء بيجيب لك طاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية اليوم ولكن ما رح تكون بالشكل القوي ممكن بعضك يحصل مكاسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات ولكن المصاريف ممكن أنها تتزايد خلال هذا اليوم أو يكون لك متطلبات مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى النقاش والحوار والاتصالات ممكن تتواصل بشكل إيجابي وكون داعم لإلك ولكن بدك تنتبه إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو مناقشة برضو ركز أثناء الحوار بدون انفعال وعصبية أثناء ترقلاتك بالسيارة برضو بدك تنتبه ممكن يكون اليوم فيه إشي إلو علاقة بأخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت بتحمل القلق والوسواس الأكبر يا أما أنه انت قلق من مسألة معينة أو متوسوس من مسألة معينة أو حاسس أنه فيه تآمر أو فيه اجتماع أو فيه حوار معين بدور حواليك من خلال البيت حاول أو من أفراد العائلة حاول قدر الإمكان أنك ما تعيش الوهم هذا ما تعيش الوسواس هذا إشحن حالك بطاقة إيجابية ابتعد عن الضغوط قدر الإمكان حاول أنك أنت تركز بشكل جيد في كل الأمور العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه ممكن تحمل لك لقاء أو تواصل ما بينك وبين الحبيب خلال هذا النهار ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو تستاء من تصرف أحد الأحبة له أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو الحبيب نفسه ولكن الأهم أنك تضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء زي ما حكينا بالأيام الماضي أنها بتحدث مفاجآت إلها علاقة إما بالعمل أو بالصحة فبدأك تكون مركز على الجهتين وحاول أنك إذا حسيت أنه فيه إشي مفاجئ يعني تركز فيه أكثر وتعطيه اهتمام أكثر وما تهمله نهائيا لأنه ممكن يكون مهم وأورانوس يعني بترصد لك بده يخليك توقع في مشكلة مثلا إلى علاقة بالعمل أو بالصحة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى أو على طريقة التعامل ما بينك وبين شركائكم أو ما بينك وبين الأزواج أو شركاء المال برضو ابتعدوا عن القضايا القضائية قدر الإمكان بالفترة هاي وإذا عندكوا قضية قضائية بدكوا تركزوا فيها وفي حيثياتها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها داعمة على مستوى الأموال المشتركة فمن خلالها ممكن تهتم بمسألة الحلاقة بقرض أو دين أو سلفي أو دعم معين أو أمور إلها علاقة في بنك أو في مؤسسة مالية أو ممكن أمور إلها علاقة بالميراث أما بالنسبة للبيت التاسع فبعطيك نشاط عالي جدا على مستوى الاتصالات والحوارات والمكاسب اللي بتيجي من أشخاص خارج البلاد أو مكاسب دولية أو إشي من سفر أو إشي له علاقة بالاستراد والتصدير له علاقة بقضية بتنحكم لصالحك مثلا أو بصدر قرارها لصالحك ماليا وممكن من أشياء لها علاقة بمؤسسة تعليمية أو أشياء لها علاقة بكل ما يتعلق في البيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى يعني بيت السمعة الآن عطارد صار متواجد وبرضو القمر موجود فعشان هيك الفترة هاي مناسبة لللي بيبحث عن عمل وبرضو تنجح بالدفع بمصالحك وبتحافظ على إنجازاتك القائمة ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم أهم إشي أنك تكون عند حسن الظن تجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا إيجابية على مستوى أصدقائك ولقاءاتك ممكن يحملك لقاء أو تواصل أو اتصال أو موضوع بتعلق بأحد الأصدقاء ممكن أحد الأصدقاء يبادر في مسألة معينة أو يساعدك في مسألة معينة أو يعني يكون في تلطيف للأجواء بشكل إيجابي ما بينكم حاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة إيجابية وتستفيد من هاي الطاقة اللي ممكن تفرغ من الضغط اللي موجود جواك اتجاهها أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فالأجواء روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتنجز أعمالك بشكل روتيني واهتمامك بصحتك شكل روتيني برضو في منكم ممكن يهتم بصحة أحد الأحبة أو مراجعة دورية لدكتور أو لمستشفى برج الجدي طبعا اليوم الطاقة عالية جدا يعني اليوم بتعوض الأيام اللي مضت أو الفترة اللي مضت شوي بتشعر أنه نفسيا أنت مرتاح وعندك رغبة لإنجاز كثير من المهام نشاط عالي وفكريا يقض تماما فعشان هيك عندك قدرة على أنك تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار فلازم تتحرك وتنجز وتحقق الأشياء اللي أنت مرتبها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور المالية يعني بشكل روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بوضع مالي معين دفعات ترتيب أشياء ممكن مستردات مالية آهبات مساعدات أشياء من هذا القبيل ولكن ابتعد عن المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتعملك نوع من أنواع الوسواس أو القلق أو بتحس أنه ما عندك ثقة في حالك أو إشي بيحبطك كيك بيخليك تتونون من بعض المسائل حاول ما تخليها تسيطر عليك بالعكس أنت اليوم عندك طاقة كبيرة وقدرة على إنجاز كثير من الأعمال ما تتردد حاول أنك تبادر بالخطوة اللي أنت كنت متردد منها بالفترة الماضية ممكن اليوم تحقق أشياء إيجابية أو تقنع أشخاص بوجهة نظرك أو تروج لعمل معين اللي عنده امتحانة أو مقابلة اليوم رح ينجز بشكل جيد ويحقق إنجازات رائعة وممكن يكون لك تعاون أو تعامل ما بينك وبين أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء طبعا ما زالت فيها نوع من أنواع التوتر على مستوى البيت أو قلق إلو علاقة بمسألة في البيت أو من شخص أو من أحد أفراد العائلة ممكن اليوم ينفتح نقاش أو حوار على مسألة معينة تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام لزيادة أهم شيء إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ترتب الأوضاع بشكل جيد ممكن تهتم بمسائل اللي لها علاقة بالبيت أو بالعقار ترتيب ديكور مشتريات أثاث أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا من أورانوس هي اللي بتحدث بعض الأشياء المفاجئة اللي إلها علاقة بالحبيب أو بالأحبة اليوم طبعا ما رح يكون هالضغط لكثير لأنه شوي يعني وضع القمر والاتصال اللي ما بينه وبين أورانوس يعني بعطي نوع من أنواعي الإيجابية فبيجيب لك مفاجآت جيدة فممكن تستغلها إما للتقرب من الحبيب أو للسؤال عنه أو تحاول أنك تجس نبض الوضع على أساس أنه بلكي أنه تحسنت الأجواء وممكن يكون لك نوع من أنواع الاهتمام بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن تنضغط بملف معين أو بحل مسألة العلاقة بإدارة عمل معين وممكن شوي يكون لك اهتمام على المستوى الصحي ولكن الطفيف مش الإشي المهم الكبير أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى بيت الشراكة أو بعزز من علاقتك ما بينك وبين الزوج أو الزوجة أو شريك المال يعني الأجواء فيها نوع من أنواع تلطيف الأجواء وممكن اليوم يكون فيه خبر سار أو إشي له علاقة بفرحة معينة ممكن تكون اليوم أو تكون في الأيام القادمة ولكن اليوم بصلك خبر عنها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا فيها تحركات كثيرة على مستوى الأموال المشتركة ممكن تهتم بمسائل لها علاقة بدين لإلك أو مستردات مالية أو حقوق لإلك بتحاول أنك تحصل جزء منها ممكن تجيك وعود عليها أو تحاول أنك تحل مسائل لإلها أو أمور لها علاقة ببنك بضريبة بتأمين أشياء زي هيك أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر عطارد الآن موجودات بقوة فعشانك بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيامة لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرصة النجاح عندك وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحيي إنها يعني روتينية على مستوى السمعة ما في أي شيء يشكك بسمعتك بالفترة هاي بالعكس أنت محافظ ومسكر على أي حد ممكن يجرب باتجاه السمعة عندك برضو على مستوى عملك وعلاقتك مع زملائك ورؤساك بالعمل الجيدة وهي بتدعمك برضو لو تدام شوي حاول بس أنك تنجز أعمالك وما تتغيب أو تتأخر عن دوامك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأعمال المشتركة جيدة خلال هذا النهار ممكن تنجز بعض الأعمال المشتركة بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل أجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو جمعة معينة أما بالنسبة لبيتك 12 فما في أي قلق أو خوف من بيت المتاعب بالعكس الأجواء جيدة ولكن ممكن تحمل قلق على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا القمر هيك تحرك شوي من مقابلكم على البيت الثامن صحيح أنه مش هالفارق الكثير ولكن ألطف من أنه يكون موجود في البيت السابع مقابلك تماما فعشان هيك اليوم نفسيا أنت شوي عندك رغبة لحل بعض الأمور أو إنجاز بعض الأمور عندك يعني هيك متشجع أو رغبة لإنجاز أشياء كان صعب أنك تنجزها في الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ما تخلي القلق أو الوسواس يسيطر عليك ماليا أنه ما في أبواب رح تفتح ما في مجال للرزق سكرت الدنيا هاي الأمور التشاؤمية ما بتعرف الرزق من الله إمتى بيجيك وكيف بيجيك حاول إنك تسعى وقدم اللي عندك وشوف إنه النتائج كيف بتكون ولكن ما ترضخ للوسواس على الوضع المالي خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني بتنشط بالحركة بتنشط بالاتصالات بتنشط بالحوارات اليوم صحيح الأجواء فيها هيك حدية ولكن حاول إنك قدر الإمكان تضبط عصابك انتبه أثناء قيادتك للسيارة أثناء حركتك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول إنك تركز بشكل جيد وبرضو ممكن بتحملك هاي نوع من أنواع التعاون أو التقابل أو إشي مشترك بجمع ما بينك وبين أخ أو جهر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي إنه جيد اليوم صحيح إنه أورانوس موجود بيجيب مفاجآت ولكن اليوم مفاجآت ممكن تكون مش كثيرة أو ما بتتيجي على كل موليد برج الدلو فعشان هيك شوي الأمور فيها نوع من أنواع الراحة أو الاستراحة على مستوى البيت أو على مستوى الاهتمامات العائلية ممكن إذا كان فيه أي شيء له علاقة بس بترتيب وتصليح واهتمامات روتينية عادي منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء روتينية برضو ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا على حسب طبيعتكم مع أحبائكم مع أبنائكم مع والديكم ما فيه أي شيء يعركس عليكم أو يخرب عليكم يعني على حسب طبيعتكم بتتعاملوا بعواطفكم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى العمل ممكن تفتح لك مجالات جيدة خلال هذا النهار أو عمل جديد أو ممكن رد على مسألة أنت كنت مقدمها أو معاملة أو شيء يكون إيجابي برضو ممكن أنك تهتم بمسائل لها علاقة بالوضع الصحي وتكون إيجابية ولصالحك أو تحسن بوضع صحي معين أو نتيجة يعني أنت منتظرها تطلع وبرضو تكون إيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا يعني الشمس ما زالت موجودة يعني بتضغطك شوي على مستوى الشراكة تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الزوج والزوجي ممكن أنه اليوم يعني مش هالأجواء الإيجابية الكاملة يعني صحيح أنه فيه من موليد ورد جدا له ممكن يصير خلاف ما بينه وبين زوجته اليوم ولكن أنه مش هالخلافات القوية أو الخلافات الكبيرة يعني بتكون سوء تفاهم ساعة ساعتين وبنتنتهي الموضوع فما تكبروا الأمور وما تخلوها تأخذ عيز كثير من تفكيركم أما بالنسبة للبيت الثامن فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة أطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرار ممكن تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل ما تهمل التفاصيل وخصوصا التفاصيل الدقيقة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء اليوم روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو تعاملك مع أجانب أو حتى الدراسة الجامعية أو حتى على مستوى التعليم يعني كلها تقريبا روتينية تتعامل على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت العشر فالأجواء يعني بتدعمك شيئا ما على العمل المشترك أو التعاون أو أحد الأشخاص ممكن يدعمك بمسألة معينة وممكن برضو إشيء له علاقة بمساعدة زميل بالعمل أو رئيسك بالعمل أو شيء له علاقة بعمل جديد أو بتحاول أنك توصل طلبات لعمل جديد أما بالنسبة للبيتك 11 فالأجواء تقريبا برضو تحمل نوع من أنواع التلاقي مع بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم أو ممكن مساعدة أو ممكن حوار أو ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء الأصدقاء هيك تحاول تغير أجواء أما بالنسبة لبيتك 12 فما زال الجديد يعني بكواكبه اللي بتتراجع فيه فهو يعطل بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل وبضغطك شوي أو بعض موليد الدلو بضغطهم صحيا تبهوا لصحتكم وراحتكم وغذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة برج الحوت طبعا القمر صار مقابلكم تماما إلو ميزات وإلو سلبيات السلبية أنه بيأثر على البيت الأول أنه بيخلي طاقتك ضعيفة يعني بيخلي ما عندك العزم لكثير اليوم ممكن تشعروا ببعض الإرهاق أو التوتر سهل جدا استفزازك برضو ديروا بالكم من المقاطة اللي أنا ذكرتها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني بتحمل بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالمصاريف أو الدفعات أو قلق على وضع مالي معين أو اهتمام بمشترى شيء معين أو مصاريف معينة يعني حاولوا تديروا بالك على أموالك برضو من المصاريف الزائدة ما في داعي للتبذير بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها إيجابية حتى من مفاجآت ورانوس ممكن ويفاجأك بشكل إيجابي على مستوى تنقلاتك اتصالاتك ممكن تنشط باتصال معين أو يجيك اتصال بشكل مفاجئ يكون فيه خبر معين ممكن يكون عندك مقابلة أو حوار معين إذا كان عندك امتحان عندك تركز بشكل جيد عشان تستفيد أكثر حاول إنك إذا عرض عليك موضوع الاعلاقة بدورة أو الاعلاقة بمناظرة الاعلاقة بهاي الأمور برضو الفترة بلشت تتحرك الأمور لصالحك اللي بتدعمك حاول إنك أنت تستغلها أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على حسب طبيعتك بالعكس أنت أفكارك مش منصب كثير على البيت أنت أفكارك كلها منصب على أشياء ثانية ولكن حاول إنك ما تهم البيتك إنجز اللي أنت بتقدر عليه من أعمال منزلية أو أعمال مهمة لها علاقة بالبيت أو بالعائلة حاور وناقش وبطريقة لبقة صحيح أنت بتنتظر مسألة لها علاقة مرتبطة بالبيت أو بالعائلة ولكن مش وقتها لسه ما جاش الوقت تاعها أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة جدا فتدعمك الحظوظ بشكل قوي عاطفيا ونفسيا وبالحظ أيضا فهاي بتنشي لك من بعض الهموم أو بتنشي لك من بعض التراكمات وبتساعدك بتحقيق غايات كان صعب أنك تحققها بالفترة الماضية ممكن اليوم تنشط بمسائل عاطفية أو فكرية أو حتى ممارسة هواية معينة أو تواصل ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الشمس تعطيك دفعة كويسة بالنسبة للعمل وممكن تعزز علاقتك بالعمل أو بمكانك بالعمل أو يعني تبعد عن أشياء كانت هاميتك بالفترة الماضية وممكن اليوم تجد بعض الحلول السريعة أو تحل أو تعالج مسألة لها علاقة بالعمل ولكن ابتعد عن العصبية وراقب وضعك الصحي بشكل جيد ممكن تطلع بعض النتائج الإيجابية خلال هذا النهار أو تحس أنه خصوصا المرضى من بوليد برج الحوت شوي يحسوا حالهم بلشوا يتحسنوا بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر وعطارد الآن صاروا مقابلك تماما فعشان هيك الفترة هاي مناسبة لتعزيج شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن ما بنصح أنا بالفترة هاي بأمور الحلقة بإتمام خطوبي أو زواج أو توقيع عقد يعني ممكن اتفاق على المسألة هاي ولكن تركوها ليوصل القمر للبيت التاسع لإلك أو يكون في البيت الخامس بكون أفضل من وجوده في البيت السابع حتى أمور توقيع عقد تجاري حاول تركز فيه وتقرأ بنوده بشكل جيد حاذر من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأي كان ممكن تواجه خصم أو شرس وتشتد المنافسة بينكم أهمش أنك ما تخالف القوانين عشان ما تدان أما بالنسبة للبيت الثامن فاهتماماتك بالأمور المالية المشتركة هي على روتينية يعني أمور بنك، ضريبة، تأمين، أموال الشريك، قروض، ديون كلها هاي بتهتم فيها أنت على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مساء العلمية أو جامعية أو إشي العلاقة بالندوات والمؤتمرات حاول بس تنتبه أثناء قيادتك للسيارة خصوصا على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت السمعة وبأرض أعطيك دفع للعمل المشترك يعني إنجاز بعض الأعمال بطريقة مشتركة وتعزيز العلاقة بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى الأصدقاء فممكن اليوم تنشط بين بعض المسائل اللي إلها علاقها بالأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء مع أحد الأصدقاء أو مساعدة أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء أروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالعكس أنت مسيطر على الوضع وهو بدعمك بشكل إيجابي بما أنه فارغ من أي تأثيرات للكواكب فممكن يتحقق بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل أو بالصحة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء